طيب الكابتن سيد يتكلم في نقاط مهمة جدا والي ان شاء الله يبقى في صفر ليه هو والكابتن سامير عدل للترتيبات الخاصة بالفريق يوم الاثنين ان شاء الله بعد بكرة والفريق سفر يوم الثلاثة الساعة الربعة العصر إلى تونس اكيد بقى فيه تدريب صباحي قبل الصفر إلى تونس يصل يعني مساء يوم الثلاثاء يبقى فيه تدريب الأربعة والخميس والمباراة يوم الجمعة على ملعب راديس الساعة العاشرة مساء العشرة مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله الجمعة اللي جاية والمباراة بدون جمهور ليه بقى المباراة بدون جمهور؟ انبارح الاتحاد الافريقي أصدر قرارات بخصوص مباراتين مباراة الترجي وشابية القبائل ومباراة الرجاء الرياضي المغربي والأهلي اللي أقيمت في المغرب في إياب دور التمني المباراة اللي تمنا بالتأكيد مباراة الترجي وشابية القبائل اللي حتنا عنواجه الترجي في الدور نصف النهائي كان في اجتماع قبلها بيوم جلسة تحقيق وجلسة استماع مع الإدارة القانونية لنادي الترجي وقدموا فيها الدفوع كتير جدا يمكن ما نفوش الأحداث اللي تمت ويكن اتكلموا على فكرة يعني قد الغرامة المالية اللي انت ممكن تكون شايفها ولكن ما تفسدش احتفال مهم زي قمة القرى الافريقية ما بين الترجي والأهلي ولكن لجنة الانضباط المباراة حوالي الساعة سبعة ونص سبعة ونص طلعت القرارات بشكل رسمي وأرسلتها إلى إدارة الترجي التنسي بخصوص العقوبات المواقعة على الفريق والنادي خلال الفترة اللي جاي العقوبات ترتبها جاي ازاي؟ لأن انبارا حصلت بلبلة والناس برضو ايه؟ ما فهمتش القرارات بشكل سليم أولا مبدئيا كده الترجي التنسي معاقب بأربع مباريات بدون جمهور على ملعبه على ملعبه يعني الترجي لو يطلع يلعب في مصر أو في أي دولة تانية وجمهوره عايز يعمل ترحال ويتنقل ويحضر يحضر لكن على ملعبه معاقب بأربع مباريات بدون جمهور ولكن منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ من الأربع مباريات في مباراتين مع إيقاف التنفيذ الناس ببعا برح تقول لك ايه؟ الترجي هو اللي يختار المباراتين يا جماعة فيش الكلام ده فيش حاجة اسمها فريق يختار العقوبة تتوقع امتى؟ معناً أربع مباريات بدون جمهور من المباراتين مع إيقاف التنفيذ يعني المباراة الأولى والتانية هتنفذ فيهم العقوبة يعني أول مباراة والتاني مباراة انت بدون جمهور المباراة التالتة والربعة هم اللي فيهم تعليق للقرار ولكن في حال تقرار نفس الأخطاء خلال 12 شهر المباراتين دول يتنفذوا فساعة يبقى انت طبقت الله أربع مباريات اتفقنا؟ تمام فبالتالي الترجي مباراته مع الآله بدون جمهور لقدر الله لقدر الله حتى الترجي لوصل فينال اتفقنا؟ تمام طيب لجنة الانضباط المباراة خادت قرارين مهمين جداً بخلاف المباراة اللي هي بدون جمهور أولاً قالت خلال 12 شهر أيضاً لو اتقررت نفس الأحداث يستبعد الترجي من المسابقات الإفريقية بقرار من لجنة الانضباط يعني الأحداث لو اتقررت تاني خلال الفترة اللي جاية الترجي مستبعت بشكل تلقائي من المسابقات الإفريقية مع تطبيق عقوبة المباراتين في أول مسابقة إفريقية لما يعود لها فهنا شدة القرار وعقوبة القرار اللي صدر من لجنة الانضباط في العقوبة المالية لجنة الانضباط خادت أكبر عقوبة مالية اللي موجود في اللايحة 300 ألف دولار فبالتالي دي القرارات المتعلقة بالترجي وشبيبة القبال الكلام اللي تقال أصل المباراة بجمهور هيكتفوا بالغرامة المالية أصل الترجي هيلعب خارج تونس كل دي كانت عبارة عن اجتهادات ولكن أنا كنت متأكد من أول يوم إن هي غير صحيحة وكانت من وجهة مش أقول وجهة نظر من مصادرنا ومعلوماتنا إن على الأقل لمباراتهم مع الأهل هتكون بدون جمهور لنهي أول مباراة بعد الأحداث اللي شارتها مبارات الشبيبة مع الترجي وأنا على علم وناس كتيرة يمكن قريبة جدا من الأحداث مع مسؤولي الترجي الأمور كانت خاجة عن إرادتهم ويبدو كده أنك كان في أطراف داخل عايزة تفسد المباراة ولكن نتمنى نشوف مباراة الأهل والترجي إن شاء الله مباراة فالنيا على أعلى مستوى بيقود الترجي مدرب إحنا بنعتز ليه جدا وعلى علاقة جيدة معاك كابتن نبيل معلول لكن إن شاء الله الأهل يكون على قدر الحدث ويقدر يصنع الحدث في رادس زي ما صنعوا في سنوات سابقة ويرجع بنص بطاقة التأهل ثم بطاقة التأهل كاملة من القاهرة يوم 19 مايو ماتش الرجاء والأهلي عشان الأحداث اللي حصلت قبل المباراة وحالة الددافع اللي تمت وطبعا يعني حالة الوفاء اللي تمت وفاة المشجعة نورا خلص التعازي لأسرة الجماهير الرجوية وكل الجماهير القرى المغربية في وفاة الشابة نورا مشجعة نادي الرجاء الحدثة دي مع القائل الشماريخ والكراسي يعني بعض عمال الشغب اللي تمت في نهاية المباراة الاتحاد رفكي خد قرار مبارح أيضا بنقل مباراتين أول مباراتين للرجاء في أول مشاركة إفرقية لي خارج مركب محمد الخامس يعني أول مباراتين للرجاء السنة الجاء لو شارك دوري أبطال أو كونفدرالية أو السنة اللي بعدها في أول مشاركة لي أول مباراتين لي مش هيتلابه على مركب محمد الخامس مع غرامة مالية حوالي 100 ألف دولار تسدد خلال شهرين من طرف الرجاء إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي طلب كمان بعض الإجراءات الأمنية يطلع عليها قبل استقبال مركب محمد الخامس للمبارات اللي جاية في دوري أبطال إفريقيا عشان يدي اعتماد للصدافة مركب محمد الخامس للمبارات القادمة وبالتالي دي كانت أبرز القرارات اللي صدرت وكان مهم جدا نشرحها لكل السادة المشاهدين في مبارات أخرى لفترة الجاية ممكن تتناقش آه وارد إمتى مين إزاي خلال الساعات الجاية هتتضح أمور كتيرة جدا بخصوص مبارات سابقة الاتحاد الإفريقي كان أجل اتخاذ فيها قرار لحين استبيان الموقف في الفترة السابقة أهرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع ترند الآلي وبعد المواقف كده والكتابات اللي موجودة على السوشيال ميديا